بسم الله الرحمن الرحيم مثال خمسة إذا كانت نقطة بداية المتجه D A هي D سالب 2 ثلاثة هذه نقطة البداية ونقطة نهايته E 4 5 فاكتبوا المتجه D A على صورة توافق خطي المتجه الوحدة I و J صورة توافق خطي يعني بالنهاية بك تكتبها بالشكل هذا A I زائد B J طيب حنا وش راح نوجد فقط نوجد A ونوجد B طيب علشان نوجد A والB نوجد الصورة الأحداثية لهذا المتجه الصورة أحداثية لهذا المتجه نذكركم تكتبوا القانون D A المتجه A يساوي X 1 أو X2 عفوا ناقص X1 Y2 ناقص Y1 طيب بمن هذه النقطة البداية إذن هذه X1 وهذه Y1 هنا X2 X2 هنا X2 Y2 طيب نعوض فقط يساوي X2 X2 4 ناقص X1 سالب 2 سالب على سالب موجب 2 Y2 5 ناقص Y1 3 يساوي يساوي 4 زايد 2 6 5 ناقص 3 2 إذن الصورة الحداثية لهذا المتجه هي 6 و 2 طبعا 6 عبارة عن A والB 2 خلاص نعوض هذه الأعداد هنا إذن راح تكون A كم 6 I زايد الB هنا كم 2 J إذن حولناها إلى صورة توافق خطي